السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بالدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن أشهر السنة كثير ما ترد لدينا أشهر السنة في حياتنا اليومية وتستخدم كثيرا تحدثنا في فيديو سابق عن أيام الأسبوع الحبيب يرجع عليه موجود في القناة كيف ألفظ أشهر السنة كيف أكتبها كيف أختصرها وكيف أستخدمها في اللغة الإنجليزية بشكل مفصل شهر سنة نبدأ بأول شهر لاحظ مقطع الشهر الثاني أو ممكن فبريواري لاحظ الار ممكن ألفظه أو ما ألفظه ممكن نقول برو 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 يعني الار يلفظ أو مباشرة بيو بيواري فبيواري فبيواري مارج أبريل أبريل لاحظ الأي أه أبريل أبريل مي مي جون جون جولاي جولاي إذن قسمين أو مقطعين جولاي جولاي أغاست أغاست عدنا الأي واليو مع بعض أغاست أغاست الباقي نفس أيضا ثلاث مقاطع بيكون عندي أكتو بار نو ظام بار دي سام بار نقرأهم بشكل سريع جانيواري فب رواري ممكن لأرى لفظه أو لفظ ثاني فب يواري مارج أبريل مي جون جولاي أغاست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إذا أريد أحفظ كتابتهم لاحظ جان يو آري دعنا نقسمها لها مقاطع فب رو واري مارج 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 أبريل مي جون جولاي أغاست سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر إذا دائما أقسم الكلمة للمقاطع تكون سهل علي عملية الحفاظ أيضا ننتبه دائما أشهر السنة نبدأ بحرف كبير capital letter لنكتبها حرف صغير جانيوار بهالشكل هذا فيبرو واري مارج وهكذا إذا دائما لازم يكون حرف كبير أينما وجدت إذا أريد أن أختصرها فقط أخذ أول ثلاث حروف من كل كلمة مثلا جانيواري نأخذ جان أضع فلسطوب فب أيضا أضع فلسطوب مارج أيضا أول ثلاث حروف إيب أيضا بهالشكل هذا مي جون جولاي أغسط أيضا سب يعني سبتمبر أك توبة نو فامب دي سامب إذن عندما أختصرها فقط أخذ أول ثلاث حروف أضع بعدهم دوت إذن أضع نقطة أو فلسطوب إذن ننتبه دائما حرف كبير عندما أختصر أخذ فقط أول ثلاث حروف وضع بعدهم نقطة طبعا أكيد بدأنا جانيواري بيكون شهر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إلى 12 ممكن شخص يحب يعرفهم بالأشهر الميلادية باللغة العربية جانيواري بيكون كانون الثاني لاحظ شهر 12 بيكون كانون الأول شهر واحد أو الشهر الأول بيكون كانون الثاني طبعا يناير فيبرواري أو فيبيواري بيكون عندنا شباط يعني فبرايا عندنا مارش بيكون أذار يعني مارس عندنا أبريل نيسان أبريل عندنا مي أيار يعني مايو عندنا جون حزيران إذن يونيو عندنا جولاي تموز يوليو عندنا أغسط أب أغسط سبتمبر أيلول إذن سبتمبر أكتوبر تشرين الأول أكتوبر نوفمبر تشرين الثاني نوفمبر ديسمبر كانون الثاني ديسمبر فيه أشخاص حافظينها يناير فبراير بهذا الشكل هذا فيه ناس لا حافظين كان الأول كان الثاني وفيه ناس لا حافظين الشهر الأول الثاني أو واحد اثنين ثلاثة أو هكذا على حسب ما تحب تحفظهم فقط معلومة ممكن شخص يحب يعرفهم باللغة العربية أو الأشهر الميلادية ممكن شخص يقول كيف أحفظهم إذن أكتبهم خمس مرات على الحاضر خمس مرات على الغيب مثلا جان وأنا بشوف الكلمة جان يو واري بهالشكل هذا برد بعيدة مرة ثانية على الحاضر عادي بقسمها الكلمة دائما أقسمها أيضا جان يو واري اكتبتها خمس مرات بعدها أغطي على الكلمة أكتب جان يو واري لاحظ مثلا عدنا ا جان يو واري خلص أكتبها على الغيب وأنا أكتب ألفظ وأنا أكتب ألفظ مثلا عدنا مارج أكتبها على الحاضر بعدين بغطي الكلمة وأكتبها على الغيب إذن خمس مرات على الحاضر وخمس مرات على الغيب هاي دائما طريقة بأي كلمة أحفظها بتسهل عليها ودائما عندما أكتب ألفظ الكلمة بحيث أمر اللساني وبنفس الوقت أيضا أمر سمعي ننتبه دائما حرفة جر مع الأشهر إن دائما اللي حب يرجع تكلمنا فيديو عن إن أت موجود على القناة إذن دائما قبل الأشهر أستخدم إن لكن ينعيد ميلاده في شهر في مايو لاحظ إذا ذكرنا اليوم اليوم من الشهر نستخدم مثلا يقصد بي قبل أيام الأسبوع إذا نستخدم وليس إن المقصود هنا يوم محدد من الشهر لذلك نستخدم لكن فقط ذكرنا الشهر نستخدم إن ننتبه ل هذه الملاحظة أريد أن أسأل عن الشهر what month is it يعني في أي شهر نحن تقول it's me إنه شهر me مثلا أو تقول it's the month of me إنه شهر me ممكن تقول فقط me أو the month of me نسأل what month is it لاحظ is it أقلبها مرة ثانية تصبح it is أختصرها it's me they were born in July يعني ولدوا لاحظ هذا نسميه ماضي بسيط مبني مجهول in July في شهر يوليوم كما قلنا أشهر السنة أو قبل جولاي استخدمنا in the meeting is on the third of June الاجتماع سيكون في الثالث من June لاحظ استخدمنا the third كما قلنا أو كما نعلم first second third fourth فقط باقي الأرقام فقط نضيف th نختصرها كما قلنا one two three نضع آخر حرفين st n d r d عشان نعرف من نجا third لاحظ استخدمنا on لماذا؟ لأنه أحد أيام الشهر the third of June أو ممكن نفس الجملة the meeting is on June third نفس الشي نبدأ بالشهر بعدين اليوم أو نبدأ باليوم بعدين الشهر الثنين صحيحة ممكن نقول the end of June يعني نهاية شهر june نستخدم طبعا أنا أخذت شهر june أو july بعدها بمكانك تستخدم أي شهر نفس الطريقة the end of june the end of july the end of may the end of april وهكذا last june's meeting لاحظ يعني اجتماع شهر june الماضي طبعا نعرف مثل كلمة علي وعدنا car سيارة ali's car يعني سيارة علي june's meeting يعني اجتماع شهر june last june's meeting يعني اجتماع شهر june الماضي اذا هاي نسميها s الملكية اذا they were born in july the meeting is on the third of june the meeting is on june third the end of june last june's meeting ملاحظة معلومة ايضا مهمة لاحظ مثل عندنا baby طفل four month old baby يعني طفل عمره اربع شهور ممكن شخص يقول لماذا يجب ان نضيف s يعني نقول four month وهذا خطأ لماذا يا استاذ كما نعلم four month old جاي بمكان صفة مثل نقول nice baby اذا طفل جميل الصفة بالانجليزي لا تجمع لا نضع s نقول nice is baby اذا لا تجمع ابدا الصفة اذا عندنا هنا four month old baby لا نضع s ننتبه لماذا للمكانها مكان صفة والصفة لا تجمع باللغة الانجليزية اذا ننتبه لهذه الملاحظة نقول four month old baby لو شخص سألنا لماذا نضع ال s نقول هذه مكانها مكان صفة والصفة لا تجمع نقول four month old baby they earn thousand dollars a month monthly يعني يكسبون الف دولار شهريا نقول a month بس كلمة a month او نقول monthly شهريا a month شهريا monthly شهريا ممكن تضع قبل كلمة month a او فقط تضيف y بيكون الاثنين صحيحة مكان ظرف بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن اشهر السنة كيف نلفظها كيف نقتصرها كيف استخدمها بشكل مفصل اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا اشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته